مشاهدات أكثر تعني أموالاً أكثر تدرها قنوات اليوتيوب هذا ما يسعى إليه صانع المحتوى من اليوتيوبرين واليوتيوبريات والمفترض أنهم على دراية أن جزءاً من دخلهم تقتطعه ضريبياً الخزانة الأمريكية لكن ماذا عن مؤسسات الضرائب المحلية في بلادهم؟ هذا ما يدر الجدل بشأنه في المغرب وذلك بعد إعلان الحكومة نيتها بفرض ضريبة على مداخل صناع المحتوى في يوتيوب هذا ما قاله الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس الآن بخصوص الضريبة الجديدة المتعلقة باليوتيوب الآن المفروض أن كل نشاط نشاط كيفما كان نعدي له إلا فيه مدخول ستكون واحد المساهمة هذه الإجراءات هذه الآن بدأت تفكير فيها بشكل جدي وربما أنه غادل القوصية الملائمة بش ربما في دوات صحفية إن شاء الله مقبلة نقدمه معطيات أدق حول هذا الموضوع وعشكونهم الفئات المستهدفة بالإضافة لكيف سوف يتم تنظيم هذه العملية مواقع مغربية قالت إن عددا من صناع المحتوى أتلقوا إختارات من مديرية الضرائب بهدف تسوية وضعهم الضريبي فيما يتعلق بالسنوات الثلاث الأخيرة وبحسب التقديرات فإن المبلغ المالي الذي تطالب إدارة الضرائب بدفعه يبلغ نحو 45 مليون درهم طبعا إليكم مشاهدين بعض ردود الفعل على مواقع التواصل على هذا الخبر حساب بن سليمة يقول هل اليوتيوب كبرنامج من اختراع الحكومة حتى تفرض عليه ضريبة؟ أما عبد الرحيم فيقول يجب فرض ضرائب على الوزراء والبرلمانيين واسترجاع أموال الشعب المغربي المنهوبة وحساب يدعو نفسه رجل الضل يقول المفروض أي دخل كيفما كان عليه ضرائب وهناك من يربح الملايين في الانترنت عموما ولا يدفع من لي من للضرائب أما ياسر فيعلق ماذا ستقدم الدولة مقابل هذه الضرائب؟ مدى ما الشخص يؤدي اشتراك الانترنت فلماذا يجب أن يؤدي الضرائب للدولة؟ أنا في اعتقادي هي وسيلة لخنق القنوات الهادفة لأن القنوات الهادفة مدخولها يكون ضعيف مقارنة بالقنوات الساقطة التي يكون عدد متابعيها بالملايين والضرائب لن توقفها في تريندينغ سألنا عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالدار البيضاء هشام تزيت عن الآلية التي ستحصل بها الحكومة الضرائب من اليوتيوبرز النظام الضريبي المغربي هو نظام يعتمد على التصريح أي أن هناك جانب من التقة بين المنزم وبين الإدارة وكذلك يكفل القانون الحق للإدارة من أجل المراقبة الضريبية للملزم من خلال مراقبة التصريحات وكذلك الأداء ويكفل كذلك القانون الضريبي للإدارة التصريح التلقائي بالنسبة للمصرحين والملزمين الذين لم يقوموا بالتعريف لدى سجلات إدارة الضرائب وخلاصة فإن المؤثرين لا يشكلوا استثناء لأن لديهم مداخل مهنية ليسوا معفين عندهم يجب عليهم التصريح بمداخلهم الضريبية شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينغ سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها ترجمة نانسي قنقر